أسوأ أف يالله أضبط الكادر صبري يا نفسي صبري يا نفسي معنى الله مشوار الطبي مشوار الطبي بدأنا خطاه يالله بينا السلام عليكم أزاكم يا شباب عملي وربطون الخير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا ومصطفانا ومعلمنا وأسوتنا وقدوتنا ومن لا غنى لنا طرفة عين عن اتباع منهجه وسنته محمدا صلى الله عليه وسلم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين طيب بداية المعسكر الحل طبعا في فيديو شرح نزل الدعام والحركة كاملة جملة ده مهمة أوي مهمة أوي قلتلكم قبل كده يعني الناس اللي بتعيش سبهلالة في الدنيا كده بيطلع عينها فإلا أنا فهمته إن أحيانا بنبقى حطين غمامة كده ومشيين ومشيين في الدنيا بقى ويلا إجري يا ماك دي إجري يلا كله بيجري وراك ما مش حد بيجري ورايا أنا كنت لسه منزل بص اللي هو اعتقد بعد انتهاء الصباق وجد الحصان أنه لم يكن هناك صباق من الأساس فأنا قلت لا ده مش حصان ده حمار الحمار هو اللي عمال يجري وفاكر الناس كلها بتجري وراها ما فيش حد بيسابقك انت بتسابق نفسك بتاعت مبارح انت بتسابق نفسك بتاعت مبارح انت عايز تبقى النسخة الأفضل من نفسك انت مش بتسابق حد انت بتقترب من طريق الله سبحانه وتعالى لله لله ينمضي والله ما فيه بصلة في الدنيا مظبوطة غير بصلة الله سبحانه وتعالى اتضبطت معاك هتلاقي كل حاجة مظبوطة انت بتدرس ليه وبتاكل ليه وبتشرب ليه وبتنام ليه وبتدخل الحمام ليه وبتخرج وبتقابل زميلك وبتصاحب ده وما بتصاحبش ده وبتتكلم ده وما بتكلمش دي ليه ليه عشان ليه لا الاجابة ده هي مريحة بقى بتلاقي ان انت مطمئن كده والدنيا ماشي معك فلما يجي حد يسألك ويقولك انت بتعمل ليه كده اصل ده ما ينفعش وقوله معلش شكرا انا يعني انا ماشي مع ربنا سبحانه وتعالى واللي بيمشى مع ربنا لا ما بيضعش فلله نمضي خلي بالك والحياة مخيفة الحياة مخيفة لانها ظهر ابتلاء طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار يا ايه يا بأف أحمر اللي جاي الدنيا وجاي تتمتع غلط مش ديه مش دي اللي انت جاي تتمتع فيها ده حاجة قد كده مثل الدنيا في الآخرة كمثل شجرة في طريق واحد استظل فيها كده وايه في استظل فيها وبعدين كمل الطريق بتاعه الطويل جدا شجرة في الطريق تيجي انت بقى تقول ايه شوية الحتة اللي في الشجرة دي هتبقى هعمل فعل انا كنت لعايزه طب والطريق نفسه والآخرة مثل الدنيا كان سيدنا نوح سيدنا نوح اللي عاشت 950 سنة بيقول لك مثل الدنيا كدار دخلته من باب وخرجته من الآخر دي ديته 950 سنة احنا عايشين قد بقى والله ما حد يعرف حدش يعرف انا عندي كم سنة اه دخل لسه ما كملش 24 هل هكملهم اصلا الله اعلم شفت بقى والله يحفظ من اليه يسير فصير مع الله سبحانه وتعالى وربنا يحفظك اه في حاجة عايز اقول هالكو قبل ما منسى اللي هيلخص وهيكتب الكلام ده ويكتبه بشكل كويس بعته الاسيستنت اللي هو حاجة معاه يعني في المعسكر وهو هينزله على جروب التليجرام عشان الباقي يستفيد فاللي بيكتب يهتم شوية بالكتابة كان نفس اقول لك الكلام ده في الاول بس يالله اتمنى يعني يكيد في حد منكو بيكتب بشكل كويس يعني موسيقى